صباحكم ورد وسعادة من يديد مشاهدين أدوم نحب أن نحن نقرأ الكتب ولكن أصبح فيه يا زينب العديد من التسهيلات في عالم الكتب كتب ورقية أو عن طريق يعني الانترنت أو غيره أنت شو تفضلين الورقية أم على الانترنت أو الكتب المسموعة أيضا في بعض الأحيان الأونلاين مروا لأنه سهل وتقدر توصيله في أي مكان وأيضا لو تعرفين عن هذه الخاصية وتسمعين عنها ممكن أكتب ملاحظات يعني بعد ما أقرأ الكتاب لو فيه أشياء حابة أتذكرها ممكن أكتب ملاحظات فأنا بالنسبة لي أحس أسهل وأسرع صحيح يا زينب ولكن دوم يعني نقرأ الكتب وجميلة قراءة الكتب ولكن دوم يفوتنا تفصيل يعني صغير بقراءة القصص أو الرواية أننا نحن ما نشوف حقوق النشر وغيره وهذا يمكن التفصيل يفوت الكثير من الناس فعلا مروا يمكن هذا يأخذنا إلى موضوع قرصنة الكتب نفس ما قلت عشان إحنا مبقاعدين نطالع لهذه الأمور الملكية وحقوق النشر وغيرها مشاهدين عشان نتعرف أكثر على هذا الموضوع رح تكلمنا عنه الكاتبة الأستاذة أمل محمود صباح الخير صباح الخير أهلا بيكم وبالمشاهدين صباح تشاء الله بالخير أستاذة أمل في البداية لو نتكلم أنا كقارئ ما هي مسؤوليتي أو المسؤولية اللي تقع على عاتقي لما أختار كتاب وحاب أقرأ خاصة أونلاين هو المسؤولية طبعا أنه يعني لازم أتأكد أنه الكتاب ده أنا يعني شرياء مثلا لأن في مشكلة زي ما قلت قرصنة الكتب دي مشكلة جنبة جدا بتواجه الناشر وبتواجه الكاتب وبتواجه عموما كل الناس اللي بتشتغل في الثقافة يعني حتى القرصنة في الأفلام وفي الأغاني هو أصبح فيه مشكلة دلوقتي أنه المتلقي أو القارئ أو المشاهد عايز ياخد الحاجات ببلاش ودي مشكلة بتواجهنا كلنا إنه مين ممكن يقاوم إغراء إنه يبقى فيه ويب سايت مثلا بتقولك الكتاب اللي هو ممكن يكون 68 دولار مثلا على ويب سايت ما هو ببلاش فدي مشكلة جنبة جدا فكان قارئ عنده استعداد إنه هو فعلا يدفع تمن الكتاب بدل ما ياخده ببلاش صحيح طيح أستاذ أمل صحيح ولكن أيضا أستاذ أمل ما أعرف إذا أنت وياي في هذا الموضوع ولكن أيضا الكاتب أو الكاتبة تظلم بهذا الموضوع لأن ما يعرفوني يعني عدد البيع هذا الكتاب أو مدى نجاحها صحيح؟ صحيح بصي أنت فتحتي جرح جامد جدا إن حقوق الكاتب عندنا مهدوءة يعني صعبة جدا وحتى القوانين اللي بتحفظ حقوق الكاتب لما الكاتب بيحب يرفع قضية أو كده بتقعد فترة في المحكمة فده برضو بيساهم في ضياع حقوق فالكاتب يقول طب أنا على ما أرفع قضية وهدفع فلوس كتير يا طرح أكسبها مش أكسبها لأنه فعلا معاناة وقرصنة الكتب كمان ما بتحصلش بس من مواقع زي ما بنقول لا ده فيه دور نشر بتعمل قرصنة للكتب يعني أنا أنا كتابي الأولاني فجأت إنه فيه دور نشر طبعا وبتوزعه بدون علمي تماما ولغاية حتى معرض الكتاب اللي فات أنا فجأت إن الناس بتقولي فيه كتب تحت النشر لي كانت لسه دور النشر اللي أنا بعتها لها ما نشرتهاش لقيت دور نشر تانية نشرها لمجرد إنه بعت الكتاب يعني عارفة الكاتب بيبعت كتابه ممكن لأكتر من دور نشر ففيه دور نشر بتروح نشرة لوحدها من غير ما تندي عقد مع الكاتب من غير من غير ما تحفظ له أي حقوق مادية أو أدبية ففعلا ده جرح جامد جدا يعني حقوق الكاتب بتهضر في كل الأحوال لو حصل قرصنة لو دور النشر ما فيش ضمير يعني فبيبقى عادة الكاتب ضحية ويمكن دي بتصيب كتاب كتير بإحباط عشان كده تلاقي ظاهرة مثلا إن كتب كتب كتبين وبطل فع إنه خسارة هو موهوب وعنده حاجات يقولها بس هو أحبط نعم نتيجة حقوق اللي ما بيحصدش عليها نعم صح يعني أستاذ أمل ذكرتي إنه ممكن القرصنة يتعرض لها من دور النشر ومن المواقع لكن أيضا للأسف ممكن تعرض بعض الكتب المزورة أو الكتب اللي تعرضت للقرصنة من خلال محركات البحث أو جوجل كلمينا أكثر عن هذا الموضوع وكيف ممكن نكتشف إن هذا الكتاب ليس الكتاب الصحيح أو الكتاب هذا تعرض للقرصنة ده حقيقي بصي هو أي كتاب هتلاقيه نازل من غير بلا مقابل على دور النشر على سوريا على موقع ما هو أكيد ده متعرض للقرصنة ما لم يكن صاحبه مثلا هو اللي نشره يعني ساعات تلاقي على موقع أجنبية أو حتى عربية صاحب الكتاب نشره وذاكر إنه الكتاب ده هو نشره فور فري ببلاش للناس كلها هنا تأكد إنه ده بناء على رغبة الكاتب حقوقه كلها محفوظة هو عايز كده لكن المشكلة إنه الكرصنة كمان بتحصل ساعات من أشخاص عاديين يعني أنا فجأت برضو بعد أول كتاب ليا لأنه أول كتابين ليا كان سهل قوي نقلهم أو كرصنتهم لأنه هما كانوا نقط يعني متصلة منفصلة فكان ده جديد وقتها على طريقة الكتابة العربية عموما يعني ففجأت إنه فيه مثلا ناس تعمل جروب وتقول أنا هنشر الكتاب مثلا عشان الصنارة تغمز هنشر لكم كل يوم نقطتين من الكتاب وفجأت إن الكتاب نازل على أكتر من جروب وأكتر من صفحة والناس عملا تعملوا شير ويعني فالقرصنة ممكن تحصل كمان من أفراد لأنهم عايزين متابعة لأنهم عايزين يعملوا أرقام للفولورز لصفحتهم أو كذا أو كذا ودائما بيتعرض للقرصنة الكتب اللي بتبقى أكثر مبيعا أو مطلوبة أو بتقدم خدمة للقارئ يعني فيه أنواع الكتب بتاعت السلف امبروفمنت أو اللي هي أنا بسميها الكتب الخدمية أو اللي بتقدم سيرفس للقارئ إنه يعمل كذا عشان كذا أو دول بيبقوا أكثر عرضة كمان للقرصنة استاذ أمل ما ترجعين أيضا السبب في بعض الأحيان لقرصنة الكتب بسبب ارتفاع أسعار الكتب يمكن يعني وهو اللي ساعد يمكن على انتشار مواقع القرصنة للكتب والله هو ده سبب يعني أنا معاك إنه ده ممكن يكون سبب بس كمان ساعة الكتاب ما بيبقاش غالية أصلا لكن قولي لي مين ممكن يقاوم تاني إغراء إن حتى كتاب لو هتدفعي فيه ثلاثة درهم مش هقولك يعني رقم ثلاثة درهم ولكن أيضا أستاذ أمل يعني أصبح على منصة مثلا يوتيوب ومحركات جوجل يعني تجرين اختصار الكتاب فيمكن أصبح اليوم زمن السرعة في بعض الأحيان الأشخاص يمكن إنه وقتهم ثمين يعني يحاولون إنه يشتغلون وغيره فيمكن إنه أسهل في بعض الأحيان هو ممكن يكون أسهل يعني برضو أنا كتبي فجأت إنها مثلا معمولة كتب صوتية ومحطوطة على اليوتيوب ومحطوطة في مواقع تانية حتى من غير ما يرجعوني يعني من غير ما حد يرجع ياخد إذن أو كده فهو نمط الحياة كله اختلف يعني فالنهارده إحنا محتاجين قوانين تواكب السرعة اللي بتتكلمي عنها لأن القوانين القديمة ما بقتش تنفع والنهارده القرصنة مسؤولة عنها بنسبة كبيرة جدا جوجل لأن هو جوجل بيبقى عارف إن المواقع دي بتقرصن الكتب ومع ذلك سايبها إن المواقع دي بتقرصن الأفلام ومع ذلك سايبها هو اهتمال جوجل مش اهتمامه إنه يحافظ على حقوقنا أو هو أي حد بينتج منتج فني أو أدبي هو كل اهتمامه في الإعلانات اللي المواقع دي بتجيبها فالنهارده أصبح الحفاظ على الملكية الفكرية شيء من أصعب أصعب الحاجات اللي ممكن تحصل لأنه سهل قوي إن انت تقرصني كلمة فيلم أغنية ما بقاش صعب في زمن التطور اللي إحنا فيه ده ويمكن ده بيفكرني بمقولة يوسف شهين الفكرة ليها أجنحة فعلا إحنا بقينا في زمن الفكرة ليها أجنحة ومجرد ما تنزلي الكتاب تلاقيه موجود في مواقع كتير جدا فيمكن الموضوع محتاج إعادة تفكير أو صياغة من الدول يعني هقولك حاجة إعادة صياغة هذه القوانين للحماية أكثر للكتاب صح استاذ أمل لو نتكلم أيضا أكثر كيف ممكن نوعي القراء بمدى أهمية حقوق الملكية وأيضا حقوق النشر والله أنا أنا يعني الموضوع ده ألم في العالم كله لأنه ده مش مقتصر علينا مثلا إحنا كعرب أو العالم كله ده بيحصل فيه وكل الكتاب ودور النشر بيعانوا فالتوعية محتاجة تكون توعية عالمية لأهمية الملكية الفكرية وأنه إزاي نبني ضمير ثقافي ما يسمحش بأنه يتقرصن يعني أنا بشوف مثلا المدارس دلوقتي بتاعمل دور رائع يعني أنا بنتي هي في المدرسة هنا طول عمرها فهي متربية على أنه الكرصنة دي شيء مراد لا يمكن تنزل حاجة أونلاين ببلاش حتى لو صورة لأ تشتريها لأنها بتحترم حقوق صاحبها فقد كده التعليم في المدارس مهم الجيل الجديد ده هيطلع ما عندوش كرصنة بالعكس هم طول الوقت بيحموا الملكية الفكرية ولو حد فيهم مثلا أونلاين أخد حاجة مش من حق وتلاقي مليون واحد بيهجموا بيقولوا ده كده غلط وده كده عيبوا ما يصحش فأنا منباهرة جدا من الجيل الجديد في النقطة دي فشوفي قد كده التربية مهمة في المدارس مدرسين طول الوقت بيوعوا أنه احترموا الملكية الفكرية دي ناس بتتعب وده شغلها فهو ما يصحش أن إحنا نسرقوا لأن سرق الكتاب أو صورة لا يقل أهمية عن سرقة محل أو بنك كما هو في النهاية إحنا بنسرق منتج مش من حقنا صحيح أستاذ أمل إذا كان هناك قانون فعلا يحمي الكتاب ويحمي الكتب وغيرها هل براية بيكون فعلا يعني سيزيد الكتاب في العالم العربي ده بالتأكيد لأنه أنا كتبة فأدرى ألمس ده يعني أنا دلوقتي بتردد كتير جدا قبل ما نشور لأنه ابتداء من دور الناشر إحنا محتاجين قوانين تحمي الكاتب ابتداء من دار الناشر لغاية الكرصانة لأنه اللي بيحصل دلوقتي في الأغلب دار الناشر بتنشر والكاتب ما بياخدش حقوق المادية لأنه خلينا نعترف أن القراءة في الوطن العربي نسبتها مش قوية يعني مازال إحنا بنستسهل اللي بيتفرج على فيديو أو بيتفرج على فيلم مازال الكتاب مش زي في الغرب مثلا يعني أحد أوجه الطرق الإصطراء أن التألف كتاب حلو وده لما تعملي كده سيرش على جوجل هاو تو ميك ماني أول حاجة بتطلع لك من ضمن الحاجات أنه تكتبي كتاب كويس لكن بنلاقي عندنا هنا أنه ممكن يكون فيه كتب محققة مبيعات رهيبة جدا ومع ذلك الكاتب مش عارف يحصل على حقوقه يمكن عشان كده أنا أول كتب ليا كنت أنا اللي بنشرها بنفسي وأنا اللي بوزحها بنفسي علشان أحمي نفسي من أن حقوقي ككاتبة تبقى مهضرة فده حقيقي إحنا لو خفزنا على حقوق الكاتب ولو بقى فيه مؤسسات يعني خلينا نقول حكومية الدولة تتبناها وتتبنى الإشراف على دور النشر اللي بتبقى ساعات كتير قوي وبتحفظ حقوق الكاتب هنلاقي إبداع مرعب إحنا في وطننا العربي المواهد كتير جدا والأفكار كتير وفيه مبدعين حقيقيين لكن مش عارفين يوصلوا صوتهم ولو وصلوا بيخافوا من حقوقهم اللي بتضيع لأنه في النهاية الكتابة محتاجة تفرق فاللي بيكتب ده بيضيع وقتك طويل من عمره في البحث وفي يعني إن المفروض اللي دي تبقى شغلانة صحيح بصدت فالمفروض ده عمل يعني جلت الإبداع والابتكار نرجع أيضا للمواقع أو قراءة الكتاب قولاين في بعض الكتب الصوتية اللي فرضت نفسها برأيك ممد أهمية انتشارها بين الشباب خاصة على بعض المواقع هي مهمة جدا لأنه برضو عشان كده بقولك لازم إن احنا نواكب العصر والدنيا تغيرت كتير قوي دلوقتي انت ممكن ما يكونش عندك وقت تتعودي تقريب تاب يعني أنا جنبي مجموعة كتب بحاول أوجد لها وقت بالعافية لأنه رتم الحياة سريع وطول النهار الواحد بيتحرك لكن سهل قوي إن أنا حط السماعة في ودني وأسمع كتاب طول ما أنا بشتغل مثلا في أي حاجة فقد كده بقى مهم الكتاب الصوتي عشان كده يمكن أنا لما لقيت كتب يتعاملت كتب صوتية ومحدش رجع لي صحيح بس ما زالتش على أهل الناس بتستفيد فده حقيقي إنه الكتب الصوتية بقت مهمة جدا وبقت المفروض تكون فرع يسعل إليها دار النشر يعني إنت ما تكتفيش بإنك تنشر الكتاب ورقيا أو حتى إلكترونيا لكن لازم كمان تحاوله الكتاب صوتي يعني وفي الحالة دي إحنا مش بس هنستفيد من الكاتب أو هنشغل الكاتب إحنا كمان هنشغل الناس اللي عندها أداء صوتي جيد اللي بتتمتع بصوت حلو فهتلاقي إنه الثقافة انتعشت جدا في بلدنا ودي حاجة إحنا فعلا محتاجين لها يعني صحيح أستاذ أمل ذكرتي يعني العديد من رؤوس الأقلام عن هذا الموضوع وهذه المشكلة والظاهرة اللي يعاني منها العديد من الكتاب وهي قرصنة الكتب ولكن هل واجهتي في بعض الأحيان أيضا بإنت طرحت فكرة معينة إديدة وتم أيضا سريقتها في بعض الأحيان ككاتبة طبعا ده طول الوقت بيحصل على فكرة أنا حتى لما بكتب ستيتس بسيء في الفيسبوك ألاقيها مسروقة في مليون جروب ولاي الناس بعض تقولي الحقي ده مديلة بأسماء أخرى طبعا الحقي حد سرق كذا حد سرق كذا فدي مشكلة تانية إنه هو عايز يعمل متابعين فبس مفيش أفكار عنده فبياخذ من الناس اللي حوالي فأنا طول الوقت بواجه ده لا هو الأخطر كمان إن أنا مثلا أكون قاعدة في مرة بتفرج على فيلم فلاقي جمل من كتبي ومحدش رجع لي فدي حاجة يعني بتبقى مؤلمة ومفرحة والكاتب يعني عنده بصمة خاصة صيح أستاذ أمل يعني مما إن جلت الكتاب يتعرضون لهذه الأشياء سواء سرقت كتاب أو سرقت أيضا فكرة أو قصة ما هي حقوق الكتاب وواجباتهم على الإنترنت وخاصة الكتب الأونلاين بوسي هو حقوقهم إن هما لازم يدققوا جدا في حقوقهم محدش هيدينا حقنا على طبق من فضة يعني إحنا لازم نركز في العقد في بنود العقد في الإنضة بتاعة العقد إن العقد يكون سليم أي تعاقد ما بين كاتب ودار نشر لازم التعاقد يكون سليم وبيحفظ حقوق الكاتب دي نمرة واحد نمرة اتنين لازم إنه لو حد انتهك حقوقه يعني ككاتب إنه ما يسكتش وإنه يرفع عضية مهما كلفه ده من الوقت أو يسعى أو يبلغ الجهات المنوطة بالموضوع ده تدفع له عن حقوقه يعني أنا لما اكتشفت إن كتبية سرقت وبتدع في مكتبات تانية مش أنا اللي بوزعها ما سكتش أنا يعني اتصلت بكل المكتبات اللي أنا بوزع لهم وهم الصراحة سعدوني جدا ومنعوا القرصانة اللي بتحصل لكتبي إنه هما قطعوا المصدر ده فدي حاجة مهمة جدا إنه الكاتب يسعى لحقوقه وبعدين النهاردة الناشر والكاتب بقوا زي شركة في المنتج ما بقى زي زمان الكاتب ينشر وخلاص ينام بقى ويشوف كتاب تاني ويفضي دماغه لا النهاردة الكتب عليه مجهود كبير جدا هو عليه يسعى يشوف كتاب وتسرق ولا ما تسرقش لأن دار الناشر مثلا بتنشر مئة عنوان هو مش فاضي يجري ورا كل كتاب لكن ده واجب كل كتب إنه يحافظ على حقوقه صحيح طيب استاذ أمل شو نصايحة اليوم يعني لي خلينا نقول المحافظة على الكتب دون قرصنتها وغيرها يعني ما هي النصايح المفروض أن يسوونها يعني من دور النشر ومحركات جوجل وغيرها لي الحفاظ على يعني كتاباتكم وكتبكم والله أنا شايفة إن دور النشر عليها مسؤولية كبيرة جدا يعني ما لم يكون الكاتب بينشر لنفسه لو هو بينشر لنفسه يبقى هو هيتعامل قدر نشر فمسؤوليته إنه الحفاظ على الكتاب ده هو نزل الكتاب بياخد آيبان رقم إداع دولي فبيسجل كتابه بيسجل الفكرة كمان في الجهة المختصة فليكن هيئة الكتاب أو كده بيسجل فكرته الأول وبعدين رقم الإداع بيأكد ملكيته للفكرة وبالتالي يعني يبتدي يتحرك في الاتجاه ده دار النشر مهم جدا إنه تحافظ إنه كتابة بيتسرقش لإنه إنت حد بيسرق مجهودك كنشر صحيح فمهم إنه هو يكون عنده دايما محامي يعمله قضية ضد اللي سرق الكتاب يعني بالمنظر ده لو فيه ألف وبه وجيم اتعاخبه الباقي هيبقى فيه رادع أنا شوف دايما إنه العقاب في القانون ده مهم جدا لأنه بيخوف الناس اللي بتسولهم نفسهم بالسرقة فعلا نورتينا لهذا الصباح الكاتبة أمل محمود يعطيك ألف عافية أكيد كنت ويانا عبر تطبيق شكرا